السلام عليكم طلاب الاول متوسط واليوم عدنا يونتو لسن ثري وفور سوال ليش؟ لأن اثنين هم على نفس الموضوع اشهر السنة، درشة الحرارة، اوصف لي الطقس بالشهر الفلاني تسلسل الاشهر، صفة الطقس بيها، يهو ثلاثين يوم يهو واحد وثلاثين يوم تسلسل الاشهر وعلى اخره الموضوع مشترك واهم شي بالموضوع how to say the date كيف تقول التاريخ، شون تطي تاريخ اليوم، شون تكتبه كتابة هاي اهم فقرة بالموضوع فنحن نبدأ نشوف بكتابنا صفحة 18، ستيدنت بيك صفحة 18 و 19 هاي محاضرتنا ما لليوم وراح نشوف شي قابلها بالكتاب النشاط اول شي اذا لاحظتوا الصبورة شوفوا انه انا منزلت لكم اشهر السنة اول شي مطلوب منك حفظ املاء اشهر السنة بالتسلسل حرف الاول يكون كبير لان اسم الشهر يعتبر اسم علم الابريفييشن صيغة الاختصار لاشهر السنة اول ثلاث حروف dot وتحط نقطة ابريفييشن يعني اختصار شوفوا اشهر السنة جانواري، فابريوري، مارش، ايبرل، ماي، جون، جولاي، اوغست، سبتمبر، اوكتوب، نوفمبر، و اللاست وان تيسمبر الابريفييشن اختصار جانواري اول ثلاث حروف جان و dot فابريوري اول ثلاث حروف dot مارش اول ثلاث حروف ايبرل اول ثلاث حروف ماي هو اسم هو اختصار لان هو اقصر اسم شهر اقصر اسم شهر بالسنة ماي فهو اسم شهر هو اختصار اخر هي اول ثلاث حروف ونحط نقطة ننتبه زين هنا اذا احنا ادنا اشهر السنة اختصاراتها صفة للطقس بهذي الاشهر يعني شوفوا امي هنانا بالستيدي انتبك بكتابكم راح تشوفون هنا مثل استماع تسماء اسماء الاشهر تسماء الطقس شي قول عليه نشاط صفي استماع بس اما بالنسبة للتمرين سي شي يقول لك حاطلك صور رموز شوف قدام كل رمز شنو الصفة تستخدمها اول شي منزل اشهر السنة بشكل اختصار جان فيب مار الاخرين بشكل مختصر حاطلك صورة الشمس على مود توصف انه هذا الشهر ثاني حاطلك هنا الغيمة على مود تقولك كلاودي حاطلك صورة المظلة على مود تقول رين وعندك ايضا الويندي الرياح وعندك السنوي وعدنا شغلة اخرى مهمة طلابي ان تعرفون كل شهر جد عدد ايامه شوف قائلكم ياها بطريقة حلوة انا هنا مخططتها بالاحمر باقي الايام الاشهر كلها واحد وثلاثين يوم بس ذولا عدكم ثلاثين يوم وعدكم فبريوري اللي وشهر شباط ثمانية وعشرين يوم ما عدا بالليبير بالسنة الكبيسة يكون تسعة وعشرين يوم كل اربع سنوات يلا يصير شباط تسعة وعشرين يوم شلون احفظ منه ثلاثين يوم وهي طريقة اكو شلون شلون قايلها بالكتاب قايل ثيرتي دايز ثلاثين يوم ثيرتي دايز هالسبتمبر ايبرل جون ان نوفمبر اذا منو الثلاثين يوم ثيرتي دايز هالسبتمبر ايبرل جون ان نوفمبر لحنها حتى تذكرها اكو طريقة اعلمونا اياها قبل جانيوري واحد وثلاثين يوم عظم فبريوري ثلاثين او اقل هو ثمانية وعشرين جانيوري فبريوري مارش واحد وثلاثين جانيوري فبريوري مارش ايبرل ثلاثين ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر شوف العظم واحد وثلاثين اللي ناصي ثلاثين المهم يجي على كتابنا شي يقول اول شي راح نقرأ الناص هنا استماع نشاط صفي قلت لك المطلوب منك وعيدة مرة ثانية حفظ املاء اشهر السنة كل اسم شهر يبدأ حرف كبير لانه اسم علم كل شهر ياهو ثلاثين ياهو واحد وثلاثين يوم شنو صفات الطقس بهذا الشهر تكتب لي سنوي تكتب لي كلاودي طبعا حسب المخطط اللي راح اقولي هسه لانه الكلام على انجلت راهنا وعندك ايضا التسلسل مالتها يعني منه الفيرست منث الاول منه السكند الثاني منه اللاست الاخير ديسمبر نجي عليها خطوة خطوة اول شي نبدي نشاط صفي استماق يعني ستماقرأ بالامتحان ما تحتاج بس اعرف معاني كلمات اذا اكو معنا ما تعرفها شوفوا الصورة جني واري وفبري واري باردة بات ان مارش و ايبريل ايس كريم ايس كريم مارش و ايبريل اقل نقدر ناكل الاس كريم مي ايس 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 الشغار اللي يطلعون يستمتعون بي نلعب و نسبح ونلعب بالشمس انجون في شغار حزيران ايس ايس شمس very hot july and august the worst of اذا هما الاسوأ احر الاشياء ادهم july و august هزا دقولي ليش حاط مظلع جوز من الشمس ما ذاكر لي اما بالنسبة september october getting cooler again ترجع تبرد شوية و november و december بها الرين المطر فقط معاني كلمات هاي شنو هاي منبككم ترى من تكتب اسم الشهر تكتب حرف كبير هذي وضحناها كل رمز وهنا بدي يسأل وهذي الحل ما لتنزلكم يا صورة بقناة التليجرام الخاصة بالثاني متوسط انوانها الست اخلاص اكرام انجليزي ثاني متوسط وين تزال وين تزال تزال متى تثلج اتكم جانواري وفبريوري وين ازال كلاودي مش وقت تكون غائمة غائمة في اكتوبر وين ازال وين دي وين دي عاصف رياح هيانها اتكم بمارچ وبسبتمبر ابرد الاشهور طبعا جانواري حسب درجات الحرارة نحاطيها تحت الصورة فاختاروا انصى درجة حرارة وتجاوبون يطلع جانواري اما بالنسبة احر درجة حرارة حاطيها هي ستة وعشرين الله يساعدهم شوه هذا الحر العملاق ستة وعشرين درجة الحرارة خليجون يشوفونا اذن الادهم جولاي زي نجي هسا نعوف الستودينت الرابع ارجع لبعد شوية شنو نعطينا شرح وشغلات مهمة ارجع اأكد لك على الصبورة هنا صفات الاشهور هنا رح نجي نركز ايضا على تسلسل الشهر ياغو الفرست ياغو السكن ياغو الثرد الاخري بس انك مشغلة مارين مهمة هذا تقريبا ما يخص لسن فور اكثر فرح ابقي رح نتشيك اول شي طلبه منه نفتح كتاب النشاط سوى كتاب النشاط في صفحة 26 The Months of the Year اشهر السنة عندك بكتاب النشاط تمرين واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هنا نفتح كتبنا على 26 27 طبعا بالإضاف للشرح سنزل لك صورة الحل على قناة التليجرام من الملازم سواء ملزمت الطابعي ملزمت الشمس المرسل اي ملزمة متاحة للمنهج الجديد طبعا اللي اني كاتبتها اني مساويتها نبدي اول شي بالبداية يقول Using Camas شوكت نستخدم الكاما الكاما اللي هي الفارزة طبعا الطالب لازم يفهم شغلة انو انت من تجي تعدد اشياء فلازم تفصلها بكمة فارزة الى ان توصل للاسم الاخير مثلا حاطكم الجملة اللي بكتابكم كاتب I go to school on Saturday Sunday Monday Tuesday and Wednesday لاحظتم شمسوي حاط فارزة قبل Sunday وقبل Monday وقبل Tuesday بس اخر شي and Wednesday ما حاط فارزة يعني عدد اشياء يحط فارزة and ما يحط قبل الاخير يحط and ويختم بنقطة المطلوب منكم هسه تمرين رقم واحد فقريد تنتبهون طلاب انوش وقت نستخدم الفارزة بين الكلمات نستخدم الفارزة بين الكلمات عند تعديد ادت اشياء سواء اشهر ايام اكلات دروس اي شي يبدي ياك بالتنقيط ويقول in my spare time I like reading فوتبول فارزة معدد اشياء taking ايضا sorry talking with my friends حلا اشياء اللي حبها and going to the cinema شوفوا الان محط بالاخير قبلها فارزة نبدي باي تمرين الكتاب رقم واحد بايج 26 وعدنا اي اش قال قال my sisters are called سنة دانا هدا شون رح اسويها رح اقول my sisters شبيهم my sisters are called are called اسم اهم called منو اول اسم سنة capital letter سنة فارزة ورا سنة منو عندي دانا دانا زينة and انتو رح اضيفوها هدا هذا الجواب نيجي على بي دير بالك هذا اذا اجي بالامتحان علي خمس درجات i got to school in september october november december رح اقول i go to school in september فارزة october فارزة ديسمبر september october november november and december and december نقطة سي اش داي قول winter in england is often cold windy رح اقول winter in england winter winter ليش كتبناها capital لين بداية الجملة in england في انجلترا is often cold ماكو داعي للكاب and windy اذا هو غالبا انش يكون بارد وعصف اخر جملة دي my favorite foods to eat are عدة ش تحب انت my favorite food to eat رح نكتب d my favorite food to eat or عدة ش تحب بيزا بيزا فارزة بعد دولمة دولمة and ش تحب بعد كباب انت كل طالب وياللي عجبه اوكي اذا هذا تمرين النشاط رقم واحد جدا جدا مهم لسؤل الامتحان وطبعا اذا اجي يجيكم عليه خمس درجات نجي عليه ثانيا ثانيا حفظ املاء الفراغ الرح اقوله ركز ويايا which month اي شهر has the shortest name اقصر اسم شهر may ورح نزلك صورة الاجوبة بعد الفيديو may which month has the largest name اطول اسم شهر منو اطول اسم شهر حسبو الحروف اش رح يطلع هيطلع سبتمبر اوكي اذا اطول اسم شهر هو سبتمبر بعد اتكم when does it rain in england متى تمطر في انجلترا طبعا هذا الجواب مو للحفظ هذا مجرد نشاط صفي بس ايو بي مهم للامتحان لان الجواب مجرد اسم شهر مهم لكن الباقي ما مطالب انت حافظ الطقس الشونتوس في انجلت فهذا رح نزلك اياكل ان شاء الله على قناة تليجرام صورة رح يكون الجواب it rains in april may july november and december z when is it sunny d when is it sunny متى تكون جو تكون مش it is sunny in may june july and august e when does it rain in iraq متى تمطر في العراق in iraq it rains in november and december ننزل على السؤال الثالث سؤال الثالث يقول تعال جاوب read and answer as quickly as possible اجب بسرعة the capital of iraq عاصمة العراق is فراغ هذا حفظ املا طبعا bagdad tomorrow will be كيفك اي شي تكتب sunny cloud هذا نشاط صفي هذا نشاط صفي سباق صفي the month in which we were born يا شهر انولدت كل واحد يكتب بيا شهر انولدت the month in which your friend was born صديقك انولدت هذا نشاط صفي دي دربكم على كتابة اسماء الاشهر هذا رح نزل صورته بالقناة يعني بالامتحان التحريري ما تحتاجه اما بالنسبة اربعة underline the silent letter يا حرف مده يلفظ من اقول وينزدي وينزدي دي ما يلفظ سؤال الرابع هاي الكلمات الفراغات اللي جايه بشكل كلمات متقاطعة هاذي مهمة جدا للامتحان حفظ املاء هاذي حفظ املاء يعني in england it usually for ag in winter شحطينا يا كلمة it snows اوكي رح امسحها لهذه ورح احط رقم السؤال ونزل الكلمات قدامك هسه اذا شفيه سؤال رقم خمسة 5 activity book page 27 27 a b c d e f g h i j نبتيب طبعا السؤال اللي هو اللي يقول ان انجلد it's usually farag in winter it snows the p thilaj tomtor thilaj then at the end of ramadan we farag our fast نكسر صيام يعني نفطر break break our fast يعني نفطر farag is the fifth month خامس شهر بالسنة may 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 هو خامس شهر بالسنة mother's sister is my aunt ammati there are three farag in the school year in england there are three terms طبعا three terms in the school او هنا ممكن نقول ان انجلد terms لو بالعراق نقول سمستر وعدنا تو سمستر terms فصول دراسية the opposite of land عكس land barrow يستعير the opposite of land barrow the opposite of closed مغلق open مفتوح عندك the opposite of never اذا never ابد ولا مرة always دائما زين اتلك فراق comes after winter يا شهر after winter طبعا spring يأتي بعد الشتاء winter spring summer autumn واخيرا the opposite of wait عكس wait شنو try هذا التمرين يا طلاب مهم جدا ولوحة تزلج هي الكلمة اللي تظهر لكم بالطول اللي هو السكيتبورد سكيتبورد هنا هنا رح تشوفون انه lesson 3 خلص بكتاب النشاط بس المحاضرة ما خلصت بعدها بتكم كم شغلة بكتاب النشاط وبالstudent book اذا باواتوا على كتابكم هنانا محدد لكم يا ايام يا اشهر 30 يا اشهر 31 يوم what's the date جدا مهم نعرف نقول تاريخ اليوم شلون نقوله بنبدي استماع اللي هي الاغنية اللي تعلمكم يا اشهر 30 يا اشهر 31 بنبدي هنا نشاط صفي 30 days هالسبتمبر ايبرل june and november اذن 30 يوم بهذه الاشهر all the rest اما البقية هال31 بيها واحد 30 يوم except february ما عدا february alone واحدة with only 28 days اذن 28 يوم and 29 in a leap year بالليب year بالسنة الكبيسة يكون 29 يوم اوكي حاطلكم هنانا التاريخ الكالندر يعني تقويم مال السنة وايام واشهر فهنا انا شفته هنا حاطلنا التقويم ايضا الكالندر والايام والاشهر وصلنا طلاب هنا بعدين اعتكم تمرين بي ايضا حاطلكم التسلسل one st شنسمي first بس قبل ما ابدي اقرار عصبورة على الكتاب اكتب حفظ املاء مهم جدا هذا اكيد جايكم بالامتحان اما ask and answer هذا تطبيق نشاط صفي فاللي عندنا هنا احنا يا امي التسلسل one st تكتب له first حفظ املاء الاول two nd second three rd third fourth شنو ذنه حاطة خط احمر جواهم ذنه تحذير للاملاء عليهم املاءهم يتغير كلش مهم يعني four th fourth دير بالك ف او يو ار يعني four من تكتبها ف او يو ار و fourth تصير الرابع fifth هي five الكلمة الاصلية five five شوف من نقول الخامس ما يبقى في اي اش صار fifth six نفسها seventh eighth دير بالك عليها انتبه املاءها ninth هي nine بها اي بس من نجل نضيف الty ninth التاسع ten eleven twelve نفس الشي twelve بها ve صارت twelf thirteenth fourteen twenty fifteen سكسين كلها نفسها بس twenty twenty اللي هي اشرين twenty twenty بال y تصير i-e-t-h twenty الاشرين زي four forty دير بالك مهمة forty اربعين ما بيهيو f-o-r ty forty وتصير four teeth يقلب ال y الى i-e-t-h ال y هذا انقلب الى i-e-t-h fourth هذا جدا مهم الكلام وكل حفظ املاء ننتقل لكتاب النشاط ونقول رقم واحد جدا جدا مهم وصل اللي هو one st وين وصلناها first two and وين وصلناها second three rd third four th الرابع fourth الرابع five th fifth الخامس ورها thirteenth ثلاث thirteenth eighteenth هيانها eighteenth twenty twenty th هيانها وعندك twenty-one ما يصد نقول twenty-one نقول twenty-first و twenty-six هيانها twenty-six هذا الحل انتبه للكلمات المهمة اللي حط جوها خط أحمر كلش مهم املاءها احذر الخطأ وارد بيها رجع قال كل اسم منذ حط لي number of the days عدد ايامه فاحنا ادنا لثلاثين يوم والباقي كلها واحد وتلاثين يوم جانيوري thirteenth one ثبري واري ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين مارج واحد تلاثين ايبرل تلاثين مي واحد تلاثين جون جولاي واحد تلاثين اوغست واحد تلاثين سبتمبر تلاثين اكتوبر نوفمبر تلاثين وديسمبر واحد تلاثين اما رقم تلاثة فهو نشاط صفي استماع رح انزل صورتة على القناة واندك ask your partner then write when is your birthday قول لي عيد ميلادك الفكرة مو تقول عيد ميلادك الفكرة تعرف تقول التاريخ how to say the date شلون اقول التاريخ شوفوا اللي كاتبه هنا شلون قال التاريخ the first of july the first of july july the first ممكن نقول من نجي نكتبها رح اقول the first of july اتكم على هذا الكلام يعني انت تاريخ ميلادك اكتب تاريخ ميلادك first second third اليوم بالأول واسم الشهر off اسم الشهر سؤال الخامس complete the sentences with words طبعا الطالب رح يجاوب بكيفه كل من ينتي تاريخ شكل on my next birthday سنت جاية بعيد ميلادي i will be رح يكون عمري كذا انت كطالب أول متوسط رح يكون عمرك thirteen لا thirteen اي 13 13 13 اكو بيكون 14 ما عرف انت تعرف كل طالب يكتب الجواب بكيفه ونفس الشي on his next birthday my brother or on her birthday my sister will be هل قد عمرها اللي اريد تركز عليه كلش مهم هو انو من تنطيني تاريخ تاريخ مو شهر ولا يوم يعني شنو ركزه نازين شنو حرف الجر الملائم من تنطيني تاريخ اللي بريبزيشن الملائم اني عندي on وعندي in وعندي at الات ويا الساعة والويكيند at weekends الان نعرف الان مع الاشهر ومع السنين يعني in june in july in 1999 on مع ايام الاسبوع وهنا اللي يهمني مع التاريخ يعني my birthday is or my son's birthday اجميلاد ابني is on the مثلا fourth of december هاي من اقول التاريخ on the التسلسل off اسم الشهر هاي الطريقة اللي تقول بها التاريخ فدائما من تطي تاريخ قل قبلة on لا تقول in ماشي نجي هسا على التمرين المهم جدا عدكم اليوم هو to write the date write the date اكتب التاريخ هذا اهم واحد ممكن يجينا بالامتحان write the date اكتب التاريخ نعطينا نماذج day وmonth ايش راح نقول طبعا مفروض اي تاريخ يبدي بكلمة it is the فراغ it is the ونقوله twenty six قدك وعندك شهر نوفمبر اش راح تقول it is the شنو twenty six of november خلاص لبطعش اربعة it is the thirteenth of april واحد وشين اثنين it is the twenty first of february it is the third of march it is the second of may okay وانتهينا الحمد لله من lesson three or four ونلتقي ان شاء الله المحاضرة مع lesson five thank you